السلام عليكم ورحمة الله كنتمنى أنكم تكونوا بأحسن أحوال وصحة جيدة يوم شاء الله فيديو جديد ومع وصفة جديدة اللي إن شاء الله في المتناول وكاذا تعجب الوليدة الصغار بالأخص بسيطة جدا بجوز المكونات إن شاء الله كيف مما غادي نشوفوا معي غادي نشكلوا واحد الميرانج اللي كتجيزوينة والديدة هاكا حلوية للأطفال يعوض ما تشيروها من زمق حضروها في البيت بدون مواد حافظة كتجيزوينة بزاف وكنتمنى فعلا أنكم تجربوها ليداتكم أكيد أكيد ألا تعجبهم وغمضة على بركتي الله بطريقة تحضير مباشرة ومكونات عندي هنا ثلاثة ديال البيضات اللي غن ناخد البيض البيض ديالهم شوية ديال الملحة سكر الفاني وعندي مئتين وسبعين جرام ديال السكر ثاني ضاء اللي طحنتوا انتوما إلا عندكم سكر بودرة أكيد ستعملوه يكون أحسن أفصلت البيض عن السفار ديال البيض وضفت شوية ديال الملحة والسكر الفاني وهذا نطرب هاد البيض مزيان مع الإضافة ديال السكر بتدريج إلا كان عندكم السكر سانيدة ويعني وما بغيتوش تطحنوه أو لكانوا عندكم ديال حبابات ديال السانيدة هكا باينين ديروا حمام مريم واتطربوا فوق منو أنا صراحة محتاجيش ليه يعني درت طرى بالكهربائي على سرعة عالية وبقيت هكا مستة مرة حتى البيض يعني ديال البيض كيطلع مزيان وكيباليكم باللي ولا متماسك أكيد راكم معارفين شكل ديال القوام ديالو يعني مني كتقلبوا الإناء كيبقى البيض في بلاستو ما كيهبطش كيف ما كتلاحظو كيكون عندو ذاك المنقار ديالو باش هكا يباليكم باللي ناجح هنا هاد الرؤوس ديال الجيب الحلواني انتوما على حكاب النوعية اللي بايتو تستعملو وهنا بالنسبة للملوينات الغذائية هذا ملوين غذائي ديالفاني كان ناخدو البنات اللي هنا في بلجيكا أكيد راكموا شايفينهم هنا بعد ذاك ناخدو من دياليز كانوا جوني واحد تساؤلات في حد ويديو مني كتأخذي هاد الملوين هاد الغذائي كان ناخدو من دياليز أكيد راك يكونوا في محلات أخرى مشي بالضرورة فيها هي راكين يعني متواجدين ما كنش يعني في الممشي تو تلقاوهم هنا استعملت الملوين الأصفر بالفاني وانتوما يلا عندكم زعفران شعرة استعملوا صراحة أنا نكها ديالو درتها واحد المرة ومعجبت ولداتي البنات اللي بغوا نسمة ديال الغذائفراني يمكن لهم يستعملوها أنا استعملت الملوينات بالفاني اللي كيعطي واحد نسمة زوينة وكيحتى الوليدات كيزعمو أنهم ياكلوه لأن صراحة نسمة للفاني كتجي زوينة وكتعطي واحد مدق اللي غدي يعجب لوليدات أنا حاكا حاولت أنني ننوع في الوينات شوية ديال الزراق هاد الغوز والأصفر غدا ندير شكل ديالهم صغير وور هادي ماشي في حال الموغانج يعني العادية اللي كنستعملوها كالمناسبات وشكل ديالها كبير الحجم ديالها غدا نديرها صغيرة ويعني بحل هاكا اللي بومبون ديال الوليدات وانتو ما إلا بغيتوا هاكا كانت عندكم شحفلها ولا هذا نديرها شكل ديالها كبير وان شاء الله غدا نشارك معكم في فيديوهات مقبلة الأشكال متنوعة ما شاء الله راكين فيها أنواع هاكا ديال يعني الأشكال ديال المناسبات مهم هادي غير الوليدات فقط كيدي زوينا وشكل ديالهم صغير بالنسبة لهذا الرأس هادي ديال جيب الحلواني رغي صغير ورماشي كبير باش أعطيكم هادي شوي هادي شكل ديال هادي الحلويات صغير ور وأكيد كيعجب الوليدات أنا صراحة ولداتي كيعجبهم وماشي أول مرة كنديروا لهم صراحة يعني دائما مني كن هما كيذكروني كيبيا ما ما ديرينا هادي الحلوة هادي صراحة من ديال زنقاء أكيد الحاجة اللي كتكون في البيت وبدون مواد حافظة هاكة تكون زوينة وبالنسبة الخليط اللي كان شاطلية كنت جمعته مع بعض وعطاني هاتي شكل هيدا قدرته بوحد الرأس آخر ديال جيب الحلواني وجو الشكل ديال هاكة زوين بالنسبة لدرجة الحرارة ديال الفرن أنا شعلته على مية وعشرين دراجة لمدة ساعة ونص يعني كتدخلهم وكتخليهم ساعة ونص على مية وعشرين دراجة أول مية دراجة فوق والتحت ولكن ضروري أنكم بالنسبة للفرن ما تزيدوش عليه أكتر باش ما تحرقش لكم وتبقى لكم من داخل ما طيباش حاولوا أنكم تديروها على على حسو الفرن ديالكم كي اللي تديرها على سبعين أو لثمانين أو لمية مهم درجة الحرارة ستكون منخفضة وتخليوه لمدة تسعين دقيقة يعني راح كي يجي زوين زوين بساف هد هد الحلوحية هدو فعلا هنا كان نقطع لكم وكان نهرسها يعني من الداخل بتشوفوا اللي راهي طايبة حتى شي لا ما كانش طايبة ركت ضغطوا عليها كتبقى لكم من الداخل يعني في حل المعجنة لاحظوا معي كيفاش يعني كتجي ناجحة كنتمنا فعلا أنكم تجربوها وما تنسوش أنكم تشجعوني بلايك وتبرطجوا الفيديو ديالي مع الأصدقاء والأحباب ديالكم ونغزلات غدا نقول لكم شكرا لكم على المشاهدة ونطلقوا إن شاء الله فيديو آخر سلام عليكم